السلام عليكم لا الهي لله لا الهي لله خديجة الام ديالك وش ممكن توصفينينا المشاعر ديالها يا لسا نهضر لك دابا دكتور بل ان او كراك عارف الموجد معدابا ما كيرحمش الولي دا كنشوفها وانا كتعدب بزاف من جيتنا كتعدب بزاف اشغل نقول لك بالدرجة تهضر مهاجوش كلمات كتب قتعدة بكي الله الله مسكينة لا الهي لله كما تنقوله تبعوات بواتر ترسقوضي على مرارة دكتور يلا دارك عملية مرارة اشغل نقول لك يا دكتور قتعد بزاف من يا راسي ولا ما اخوتيتي انا تنقول الحمد لله خدام على راسي وخدام على اخوتيتي وعيش باخير ولكن المجتمع ما كيرحمش دكتور اشغل نقول لك يا دكتور اشغل نقول لك يا دكتور والولاد ديال دابا مبقى كيف ما تنقوله البرح دال معي واحد يشوفني من العائلة ماشي من طرف العائلة اشغل نقول لك انا عندي 8 وشين عام هو كبر مني قال لك من بعد ونرضى لك من بعد قال لي اه حقا كبير علي ايله ايله الله 8 وشين عام في ربيع العمر وقت من 8 وشين عام ودرجات الدكتور هو مجوجه وطيبا كبر مني ماشي زل ما شاب باقة صغير هاداك اختيوب العكوسات ابنتي هاداك العكوسات هو ان انسك يقلب على ادنى ادنى مشكل باش يقدري ما يكملش بالاسف اشغل نقول لك يا دكتور واش من العكوسات انا ارى الوالدة لقت ما قل لها شي واحد دي ابنتك لنا وناوناتك عيد ليات نقول لها ماما ذاك شيء ما منتا حاجة نديرو ادنا لله اللي خالقنا وصدر براها كده ارزقنا شي والدنا وما كانش راحنا خدامين باخر وعايشين باخر الحمد لله واشي كنقول لها ديما وغا تبتصلي رسالة بكتور الله يخلي واخا بنتي خديجة يا ربي الله يحفظك الله يصلح شبابك بنتي امين يا دكتور شكرا 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 حافظك الله وراعك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هو بنتي خديجة الزواج سنة الله في الارض الاصل ان الله تعالى من اللي اخلق الوجود من ذكر وانتع جعل لكل شخص له نصيبه يقولوا كل فولة ولها كيالها لابد ان الانسان عنده عنده من يعيش معه حياة طيبة المشكلة اللي يوقع اين يكمن هذا تنمي اللي يوقع حيث ماشي ظاهرة طبيعية ملكنه ثمانية لبنات في اسرة خواتات شقيقات واحتمت زوجات غنقل هناك علامة استفهام كبيرة لا يمكن حتى القديد الزواج رمجت لا بالجمال ولا بالمال ولا بالمستوى المعيشي ولا بالشواهد العلمية ولا بأي شيء يقول لك ما هي إلا ضربة من ضربة سعود هذا كربيع عز وجل كيقسم الجميع لكن ملكنه ثمانية ممزوجينش هذه علامة استفهام كبيرة وكبيرة جداً القضية ليست عادية تلقوا بنات عائلات ليعطاهم الله تعالى جميع المواصفات وكامل الأوصاف ولكن ما عنده ظهر بنات بارك الله جمعوا بالجمال والأداب والأخلاق والعلم والوظيفة مهندسة طبيبة أستاذة بنكية ولكن ما عنده ظهر اشنا ما الأسباب الأسباب كثيرة وما كثيرة جداً من بين الأسباب توقفت عليها وشهدت عند بعض العائلات شو واحد من أفراد العائلة معمر عقلو وقلبو بالشعوادة وسط العائلة داك الجماعة هو كيفسد لهم الويد واحد منهم ما زال عقلو كي آمن بهدا يقدر تمشي عن صديقات ديها تقول يا شوفي اشتنتو مرة واقع عليكم واحد العكس كبير وكنعرف واحد الفقه شواف ولا واحد شوافة يالله نمشي ونديرو لدون واجين ديرو كدا ونديرو كدا وتفوس خي وملي كاتمشي فعلا كتلقى ناس كي آمنوا بالشعوادة وعندهم واحد تقنية غريبة كي يقول لك عندك سحر وكيدا ولك السحر بسحر وكيجيب واحد مجموعة واحد مجموعة الاستحضار الارواح الخبيثة من الجن وكيزيد يعكس العائلة كلها لان اي طريق دي الشعوة ده عمر ما فيها الخير هد يبدو لك فيها واحد نوع من الخير في اللول ظاهريا كتبلكش عالمة من العالمة الفرج ظاهريا في اللول ولكن بعدها كتغرق في مستنقع آسم هدا المشكل الاول اللي مطروح عند الكثير من العائلات فتشوه قلبه في العائلة غد تلقوا بانه واحد الفرد من افرادها قد يكونوا ذكر وغالبا يكونوا انتا ما زال ما عاشيش ليه في حقله انه غديش عالتش معه وانه غيدر الدول وانه غيدر كده وغيدر كده فمنلي كي يحضر هاد الامور دي الشعوة ده يوقع الاغلاق الباب على الجميع اول ما غامدوا به هو ذاك الفرد احنا غنعرفوه اكيد غد كن علي العالمات غنقول يا فلان را هاد الامر اللي كتسلكه را طريق مغلق والاداء ما كيبقاش من حاصر عندك انت بوحدك راك يصب العائلة كلها ومن ثم تغلقوا الابواب على الجميع فلابد ان نصحح العقيدة دينا الناس اللي كيقلبوا بانهم هزوم عم واحد الهجابات باش تعطيهم القبول ماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من علق ودعة فلا اودع الله له ومن علق تميمة فلا اتم الله له ومن اتى ساحرا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد لانساني لبغى النعيم الحقيقي رو في التوكل المطلق على الحي الذي لا يموت هل تعلمون يا احب الكرام سيدنا النبي يتكلم عن السبعين الف سبعين الف من امته الاخيار الابرار يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب سبعون الف من امتي لا اله الى الله اعظم الخلق بعد الصحابة المكرمين اشكنهم هادوا قالوا يا اصلا من هم قالهم قوم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء احتى الرقية انهم مكدروا هاش لانهم يتوكلون توكلا مطلقا عن الله عز وجل يؤمنون عين اليقين بان رب عز وجل يقسم الارزاق هو القادر ان يعطي لان الله تعالى من صفته الغيرة يغار سبحانه وتعالى يليق بكماله وجماله ليس كعيراتين نحن البشر المراضية وانما هي صفة من صفة الله تعالى حينما تنتهك حرماته او تمس الشرائعه او ان الانسان يترك بابه ويترك باب الاخرين لك ترك باب الله وكيمشي باب الاخرين يقول الله تعالى دعك معه خليك معه مليك يخليك معك يوقع واحد نوع من من الضيع فبنتي خديجة لا داعي لكي نبحث واش احنا عدنا عكوسات واش احنا عدنا موانع واش احنا عدنا سحر واش احنا ازهر لي ما عدناش ولا زباد ولا صعيب هو بينه بينك بنتي غير التجربة اللي قلت لي غير بالامس هات السيد اللي مبرر بسيط قالك انت كبير عليها هاد رد الفعل دينه المباشر يؤكد بان عندكم عكوسات يؤكد بان الباب مغلق والباب لابد ان يفتح ما تخميش بنتي سهلا مهلا الباب يفتح انا فتحنا لك فتحا مبينة كيف يفتح الباب كان قرأوا هذه الاية سورة الفتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طورد من مكة المكرمة وهي احب البلاد اليه ولما طردوه وكان غد مهاجر كان غدوه يلتفت كل مره يلتفت ويقول يا مكة انك لأحب البلاد اليه ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت ابقى النبي الكريم كل مرة يشاقوا الى مكة ولكن ممنوع عنده عكوسات وموانع ما يمشيش لها بقي النبي الكريم اكتر من عشرين سنة اكتر من تلتاشر سنة وهو ممنوع من مكة هي بلدوه وكي يطمح كل مرة كذي الطريقة من طرق ديبلوماسية اجندروا الصلح الحديبية اجندروا العمرة دي الكذا ولكن الابواب مغلقة دي المكة المكرمة الى ان انزل الله تعالى سورة الفتحي سورة الفتحي نزلت ففتحت ابواب المكة التمانية فدخل اليها النبي الكريم منتصرا معززا مكرم لما نزل قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك هذه الايات لما نزلت سورة الفتح فتح الله ابواب مكة وفتح قلوب المشركين فاسلموا وفتح الله خزائن الفرص وخزائن الروم فتدفقت على البلاد الاسلامية وجاءت الفتوحات في جميع اسقاع العالم وانتشر الاسلام بفضل السورة الفتحي هذا سر من اسر الله ليه عنده الاغلاق اللي كيبالي الابواب مغلقة ما يخنمش بزاف هناك الاسرار والالطاف الربانية نقرى صورة الفتح بالليل لاحظوا معي احنا في المغرب دينا رغم الظروف الصعبة كالقوا دائما الدورات الخريفية او الربيعية في البرلمان لما يقوم امير المؤمنين جلالة الملك محمد ستتحفد الله ورعاه بافتتاحها باش كنت ستتحقق كل حاجة بتلاوة ايات بينات للقرآن العظيم واشنال اي لك تقرأ دائما قرآن الكريم كله عظيم ستين حزب لكنك تقرأ هذه الاية صورة الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا رغم الديو الخارجية ورغم القلاق ورغم الازمات الحمد لله المركب دي المغرب غادي مزال مستمر ولزال مستقر وسيبقى ان شاء الله دائما مستقر بإذن الله الواحد للأحد باش بالبركة دي الهد الصورة هنقول لك للا خديجة إذا قدرت انتول أخوات ديالك دي الاستفسار شكل فيكم كتمشي عند المشعويد شكل فيكم عندها مشي علاقات مع شي صديقة ديالك 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 دا او توحينا بك دا ومك دا نقطعها الطريق بعد ذلك نقرأ صورة الفتح ثم كما ذكرت في أن احنا على أبواب الليلة العظيمة ليلة النصف من شعبان اللي غا تكون ان شاء الله صبت بالليل هادي واحد نعمة عظيمة عظيمة ويصبح الحد انكترو في ان شاء الله من دعاء عند الوحد البرنامج جميل جدا مجرب الأكتر من عشرة سنوات وأنا أجربه ومعاد الله أن نجرب جلال الله وكامل الله ولكن كتبغي تعرف السر والنطف الإلهي عداد العائلات وعداد الأوسط كيتبعوه الحمد لله ما كدو السنة إلا ماركم سعودة كدو السنة الحمد لله فيها الزواج اللي وليدته البنية النجاح ديالهم الرزق يفيض عمرك ما يكون عندك كريدي عمرك ما غا تمرد عمرك ما غا تضلم ولا غا تهزم وعمر شي حاجة ما غا تضيمك تخليك تضيمك كيت غير الخير غير البركة غير الفرحة والسرور ليلة نصف من شعبان على أبوابها أسأل الله الكريم بنتي خديجة الله يرفع عنكم كل مانعين أو كل عكس وأسأل الله تلا أن يفتح لكم الأبواب المغلقة وأن يرزعكم الأزواج الصالحين ويختار لكم من عنده أطيب وأنبل خلقه وأن يسعد قلب أمك ويشافيها ويعافيها اللهم عجل لهم بالفرج يا رب لن خديجة وأخواته التمانية اللهم يا رب ارفع عنهم ما بهم من عدد اللهم ارفع عنهم ما بهم من عقوسات هم وجميع بناتنا وأخواتنا يا رحمن يا رحيم وارزقهم يا ربنا رزقا حسنا واكتب لهم مكاتب الخير في هذه الأيام المعظمة وأسعد قلوبهم بفضلك وجودك وعجل بالفرج يا مولانا عجل بالفرج يا رحمن يا رحم عجل بالفرج قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة